هل جزاء الإحسان إلا الإحسان طبعاً هيروح الجن لن أحد أتكلم عنه كويس لازم أتكلم عنه كويس كريمة عوض جابت لنا فلوس زي ما قلنا لحضراتكم لما راح ترسمت هنعرض لحوتها للبيع واللي هيدفع أكتر هنبيع هاله وحنتبرع بالفلوس لمستشفى أبو ريش هذه هي الروحة الجميلة العبقرية اللي رسمتها في دقايق كريمة عوض شايفين قد إيه شايفين الإبداع أنا متأكد مراتي بترسم في البيت ما هتقول لي نعم ما أنا لوحة يا أحسان بس ما حد تشترى منك لكن كريمة قدرت أنها ترسم هادية لوحة وانباعها بالفعل وفعل خير ومحب وصديق لما عارف أنها التبرع للمستشفى جي في هادية لوحة أكتر من سعر لحد ما وصلنا للفلوسات سبع تلاف جنيه هيكونوا بكرة إن شاء الله تبرع لمستشفى أبو ريش لازم أعلق يا خير مش حقدر يعني لوحة اترسمت في بقرة تصوير خارجي علشان نعمل بها أشياء أكيد اللي اشتريها هو بيشتريها وأعرف إنها لوحة للتصوير أنا طبعا بشكره جدا وبقول إن إن شاء الله يكون في ميزان حسنات وهي فلوس رايحة للخير زي ما خيري أعلن عنها وأنا سعيدة جدا في لوحة تباعد بسبعة تلاف جنيه ده أنا حاسم كتير قوي يا خير آه بصراحة بصراحة عايز أشكر كمان زملتنا الإعلامية والمنتجة المغربية سام الفايدي اللي فجأتنا النهاردة وبعتت لنا بوكي وارد حلوة قوي تهنقة بالبرنامج الجديد تحية لسهام ولمغرب والأهل المغرب الأشقاء والأحباء جدا حديث القاهرة لا ينتهي لا يتوقف مزيد من الأحاديث